هكذا تحولت باحة السفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كورالنبور اعتصامات ووقفات احتجاجية للطلاب المبتعثين هناك للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتوقفة منذ عدة أشهر عشرة الطلاب وقفوا هنا في اعتصامات لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة بعد أن وجدوا أنفسهم مهددين بالطرد من جامعتهم ومساكنهم بسبب عدم إيفاء وزارة هي المالية والتعليم العالي بصرف مستحقاتهم وعود الحكومة المتكررة بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين بالخارج لم تجد طريقها إلى التنفيذ وهو الأمر الذي دفع الطلاب المعتصمين في بيانهم إلى مناشدة رئيس الجمهورية بحل مشاكلهم البيان شدد على النأي بمشاكل الطلاب ومستحقاتهم عن الصراع السياسي القائم أو محاولة تحميلها للطرف على حساب آخر وعلى غرار ماليزيا يعاني العديد من الطلاب المبتعثين في دول أخرى أوضاعاً إنسانية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية وهو الأمر الذي يقضي على آمالهم ومستقبلهم أيضاً